مع ارتفاع حصيلة الضحايا لهذه الاحتجاجات في الشارع العراقي لا يبدو بأن الأوضاع ماضية للتهديئة في أي وقت قريب إلى أي مدى باعتقادك بهذه اليد الأمنية الغليظة أو هذه السياسة الماضية نحو قمع المتظاهرين وهذا العنف استخدام العنف بحقهم إلى أي مدى باعتقادك هي وصفة للمضي لحو المزيد من التصعيد والتعقيد في الشارع تحية طيبة بداءا من 2011 إلى الآن بدت السلطات الحاكمة تقضم الديمقراطية وتقضم حرية التعبير عن الرأي في العراق بصورة واضحة وتقضمها بطريقة بشعة بطريقة عنيفة وهذه السياسات اعتمدها المالكي وورثها إلى العبادي في عمليات قمع مظاهرات البصرة انتهاءا بعاد العبد المهدي الذي افتتح سنته الأولى بأكبر عملية قمع يشهدها العراق منذ 2003 إلى الآن للمتظاهرين السلمين العمليات التي تحصل بالوقت الحالي بالحقيقة إنما تمثل انتهاكا صارخا للدستور والقوانين النافذة بالعراق والعملية السياسية وقواعد والتقاليد السياسية التي بنيت عليها تجربة ما بعد 2003 هذا يمثل انقلاب معلن على الديمقراطية وحقوق الإنسان وكل الحقوق المواطنة التي كفرها الجستور العراقي وكفرتها القوانين النافذة أكثر من ذلك عاد العبد المهدي يواجه متظاهرين سلميين يطالبون خريجين حمل الشهادات عليا يطالبون بفرص عمل متكافئة ويطالبون في سيادة القانون يطالبون بحل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة يطالبون باستعادة سيادة الدولة العراقية من هيمنة الجنرال السليماني وميليشيات الجنرال السليماني يطالبون باستعادة الهوية العراقية والذات العراقية وسيادة الدولة العراقية أمام تخبطات الإرادة الأمريكية والتجارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقرار العراقي يطالبون بحماية سيادة الدولة العراقية التي ضمنها الدستور من انتهاكات متكررة تمارس على الأراضي العراقية من قبل ميليشيات ناس تخطف وناس التاجر وناس حزب الله يجيب القاعدة وداعش ويشمرهم على الحدود العراقية كتاب حزب الله تخطف قطريين وتبدلهم بمليار وأربعمائة مليون دولار هذا كل إضافة إلى تجارة المخدرات تجارة غسيل الأموال والروليت وتجارة النفط تهريب النفط وتهريب العملة هذه كل تحديات يواجهها الشباب العراقي بصورة متكررة يقابله أو يقابلها سياسة عادل عبد المهدي التي تقمع وتغيب جنرالات الجيش العراقي وتغيب إرادة الدولة العراقية وتهمش جنرال عبد الوهاب الساعدي وكذلك بقية القادة الأمنيين في مقابلها نجد تغول لزعماء الميليشيات على الصعيد الأمني والصعيد السياسي اللاحظ أبو مهدي المهندس يعلن حروب ويعلن استراتيجيات ويعلن تحالفات ويعلن مواقف هذا التغول للميليشيات وهذا التصدر لدور الدولة في الشارع كما تشير من قبل هذه الجهات هل هو ما يفسر هذا الارتفاع المتلاحق لعداد الضخايا بين قتيل وجريح في صفوف المتظاهرين بالشارع العراقي لأنه لافت للبعض بينما نرى خطاب الحكومة يدعو للتهدئة يعتبر هذه التظاهرات مشروعة ومطالبها محقة ويدعو للجلوس والتشاور معها وفي نفس الوقت نرى استمرار سقوط الضحايا في الشارع ما الذي يفسر هذه الحالة؟ عادل عبد المهدي يدعو المتظاهرين للتفاوض معهم وهو يضع بينه وبين المتظاهرين ترسانة ميليشياوية وعسكرية قمعية إجرامية تمارس قتل الشباب يوميا أكثر من ذلك في أقول لك الآن في بغداد أميس ويليوم تم قتل متظاهرين مصابين موجودين في مستشفى الشيخ زايد هناك رمي عشوائي على مستشفى لدرجة أن صالات العمليات في المستشفيات وصلها الرصاص نحن نتحدث عن ممارسة إجرامية قمعية مخالفة للقانون العراقي والدستور العراقي هذا كل ما يسوي عادل عبد المهدي ويجلس مبتسما بوجه وديع ويقول تعالوا نتحاور نتحاور مع الرصاص أم البنادق أم الميليشيات لا نعرف أين هو عادل عبد المهدي لذلك لماذا لا يركب سيارته وبدل أن يطلق الرصاص على الناس ينزل إلى ساحة التحرير ويجلس بين إخوته إن كانوا فعلا هو يعدهم إخوات له ويجلس معهم في ساحة التحرير وبقية المناطق المتظاهرة ويحاورهم عادل عبد المهدي مارس سياسة قمع والآن الشعار الأساسي الذي يجمع عليه جميع المتظاهرين هو إرحل لا يوجد أمام عادل عبد المهدي خيار الآن سوى الرحيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر